أريج الورد يعدم في الفلات ولا يرضى الأكارم بالفتات أريج الورد يعدم في الفلات ولا يرضى الأكارم بالفتات بنات المجد هم قوم تساموا وعاشوا بالهدى خير البنات حياة القلب والأرواح بشرى لمن نشطوا شذا روح الحياة فما معنى الحياة بغير روح وما روح بغير هدى الحياة إذا كانت حياة المرء باحر يموج فروحه فلك النجاة نجاة الروح في القرآن نادت عليك وفيه جاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام وأنتم بخير وعافية ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم القبول ونسأل الله سبحانه أن يفرج وينصر إخواننا في غزة في فلسطين نصرا عزيزا مؤزرا ويرفع عنهم هذا البلاء اللهم آمين ويرجع الحجاج سالمين غانمين مقبولين اللهم آمين 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 ونحن في أيام العيد فاخترت الحديث عن اللهو والمزاح أو المزاح واللهو المزاح يعني كما نقول نحن نبصارا بصر وأنه يرفع الحياة من صرامتها يلطف جدية الحياة ويجعل الحياة مأنوسة مبهجة والمزاح هو من أسباب التواد والتواصل والألفة لماذا؟ لأنه يحدث تفاعل مفرح ويدخل سرور على النفوس والمتأمل في حياة القدوة والمثل الأعلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم الذي اختاره الله قدوة لنا نتأسى ونحسن الاقتداء والاهتداء بهديه عليه الصلاة والسلام لأنه المثل الأعلى ليست الأمزجة ولا الطباع ولا الطريقة التربوية التي يعيشها بعض الناس إنما المثل الأعلى هو الشخصية العظيمة الرحمة المهدى والنعمة المسدى والسراج المنير صلى الله عليه وسلم الذي زكاه ربه وقال في كتابه وإنك لعلى خلق عظيم الأخلاقي الأول في تاريخ البشرية نجد أن حياته صلى الله عليه وسلم كانت مأنوسة بالمزاح لكنه مزاح جميل لا يجرح ولا يحرج يعني صارت لا تجرح أحد ولا تحرج أحد ولا يؤلم ولا يحزن ولكنه يفرح ويؤنس والمتتبع لحياته يجد أن ذاك المزاح الراقي اللطيف ليس فيه فعش ولا كذب ولا تعدي ولا أذى كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام إني لا أقول إلا حق إني لا أقول إلا حق لأن الصحابة سألوا قالوا له يا رسول الله إنك تداعبنا يا رسول الله تداعب مدعبة والبصارة والهدرزة والنكتة اللطيفة قال إني لا أقول إلا حق وفي حديث ابن عمر رضي الله عنه قال إني لا أمزح ولا أقول إلا حق صلى الله عليه وسلم فنجد أن المزاح في حياته كان منوعا أصنافا وأنواعا مختلفة هناك مزاح يصدر منه من تلقائيته من شخصيته يصدر منه مزاح لأصحابه وهناك ممازحة تصدر من أصحابه إليه وهناك ممازحة تجري يعني بين يديه بين أصحابه مع أصحابه وهو يتفاعل معها يعني من ذلك لو لأخذنا المزاح مع أصحابه ليش أنا متكلم على شخصية النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو المعيار هو ليضبط بنا أو يضبط لنا يعني ما نحن عليه من صواب أو خطأ وما نحن عليه من سير في حياتنا فمن مزاح مع أصحابه كان من أصحابه زاهر واحد اسمه زاهر وكان أعربيا يأتي ببضاعة الأعراب يأتي بالبضاعة من البادية ويبيعها في المدينة شنو بضاعة الأعراب الجلود السمن الأقط الجبن المجفف وكان يحب النبي عليه الصلاة والسلام هذا زاهر كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا جما وكان يعني يجهز إذا أراد أن يخرج إلى المدينة يجهز بعض الهدايا بل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشاطره الحب نفسه صلى الله عليه وسلم يعني كان إذا زاهر أراد أن يخرج من مدينة ويرجع إلى البادية كان يجهز له بعض الهدايا عليه الصلاة والسلام ويقول إن زاهرا باديتنا ونحن حاضرته صلى الله عليه وسلم إن زاهرا هذا العربي البسيط الذي كان فيه ومع النبي صلى الله عليه وسلم نعمل الممازجة والتداخل والأنس والبهجة والإيناس والمزحة اللطيفة فكان عليه الصلاة والسلام يقول إن زاهرا باديتنا ونحن حاضرته يا سلام مرة حدث قصة عجيبة أن النبي دخل السوق مرة وهو فرأى يعني زاهرا يعرض بضاعته جايب بضاعة زاهرا زاهر هذا جايب بضاعة فرأاه النبي صلى الله عليه وسلم يعرض هذه البضاعة فجاء النبي من خلفه وهو يعني سبحان الله زاهر لا يبصر النبي مش عارف من لي جاء من خلفه واحتضنه النبي عليه الصلاة والسلام فأخذ زاهري يقول من هذا من هذا من أنت من أرسلني يعني طلقني طلقني حتى عرف ساعد النبي لأنه ضم النبي هو يقول من هو النبي قابض عليه صلى الله عليه وسلم وضم إلى صدره وبطنه فلما رأى ساعد النبي عليه الصلاة والسلام ورمقه قال هكي فجعل يلسق ظهره بصدر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى ينال صدره مس الجسد المبارك المقدس عليه الصلاة والسلام وجعل النبي نادي في السوق ويقول من يشتري العبد من يشتري العبد ينزح معاه وكان هذا الأعرابي يعني دميم الخلقة فقال النبي عليه الصلاة والسلام يعني من يشتري العبد فقال زاهر للنبي إذن يا رسول الله تجدني كاسدا يعني أنا مليش قيمة كاسدا حتى ننبع وإذا بالنبي يمازحه ويلاطفه ويؤنسه ويقول وَلَكِنَّكَ عِنْدَ اللَّهِ لَسْتَ بِكَاسِدٍ أَنْتَ عِنْدَ اللَّهِ وَهَذِهِ الْمُمَازَحَةَ وَالْمُلَاطَفَ وَالْإِنَاسِ خادمه فيقول لأنس أنس يا ذا الأذنين وهذا نوع من الممازحة التي تتناسب يعني مع أنس في سن سن الصبا وتؤنسه وتبهجه ومرة جاءتهم رأى عليه الصلاة والسلام فقال لها عليه الصلاة والسلام من زوجك فسمته قلت لزوجي فلان فقال عليه الصلاة والسلام الذي في عينه بيض فرجعت هذه المرأة وتنظر إلى زوجها شوف فيه شوف عيونك فقال لها ما لك شم فيه قالت رسول الله سألني من زوجي قلت زوجي فلان قال الذي في عينه بيض قال الرجل أوليس البيض في عيني أكثر من السوات وكأني بزوج يعني فعلا ليس في عينه بيض لأن البيض أكثر من السوات ولا أي واحد في عينه بيض يعني وكأني بزوجي يقول لها ذلك ضاحكا يعني أليس البيض أكثر وهي تتجاوب معه ضاحكة عاجبة من ممازحة النبي لأنه قال اللي في عينه بيض استغربت كل واحد في عينه بيض فكم من السرور يدخل قلب هذه المرأة من ممازحة وملاطفة وإناس النبي عليه الصلاة والسلام لها وكم من البهشة ستدخل قلب زوجها أن آنس النبي صلى الله عليه وسلم زوجته ولطفها وكما في حديث آخر حديث أنس أن رجلا قال يا رسول الله احملني بحاجة نركب عليها قال إنا حاملوك على ولد نقا فقال وما أصنع بولد النقا ولد النقا بشيني وما أصنع فقال النبي وهل تلد الإبل وهل تلد الإبل إلا النقا قال لا وهل تلد الإبل إلا النقا الناقا هي لتلد الإبل وهل تلد الإبل إلا النقا يعني كل جمل هو أبو الناقا معروفة ولكن للأطفال نصيبهم من الممازحة والملاطمة دخل على أم سليم وعندها ابن لها فطيم يعني في النحو الثالثة من عمره فرآه النبي صلى الله عليه وسلم حزينا خاثر النفس فسأل أم سليم قال ما لي أرى أبا عمير خاثر النفس خاثر النفس يعني ثقيل النفس غير طيب يعني غير نشيد مزاجة متعكر قالت يا رسول الله مات نغيره كان عند طائر يلعب به فمات فأقبل النبي عليه الصلاة والسلام على الطفل وجعل يلاطفه ويمازحه ويقول أبا عمير ما فعل النغير يا أبا عمير ما فعل النغير ها شل أخبار النغير ها يخد سوك وربي عوضك وهكذا بل كان يمازح ابنه الحسن وهو طفل يخرج له عليه الصلاة والسلام في بيت فاطمة وهو في بيته لما يأتيه عليه الصلاة والسلام يمزح فيه كيف يمزح فيه يخرج له لسانه النبي يخرج له لسانه فإذا رأى الصبي حمرة لسان النبي صلى الله عليه وسلم ضحك له قلع لسان لعب في آه زين العاف المعروف لدى الناس اليوم وكان يمازح زينب زينب ربيبته بنت أم سلمة وهي طفلة في حجره فيقول يا زوينب يا زوينب سغر فيها ملاطفة وتلميحا لها بل كان عليه الصلاة والسلام يمازح أصحابه عليه الصلاة والسلام ويتقبل الممازحة منهم أيضا يعني بصر معهم ويمزح معهم وأيضا يقبل ممازحتهم يقبل ممازحتهم ويقبل ملاطفتهم له يعني في رجل اسمه يقال له عبد الله ويلقبونه بعبد الله حمار كان يضاحك النبي عليه الصلاة والسلام وكان إذا رأى شيئا طريفا يباع يتشهاه النبي عليه الصلاة والسلام اشترى وهده للنبي هذا عبد الله حمار كان يحب النبي والصحابة عارفين النبي يحب وهو يحب النبي فكان يبصل مع النبي شندار رأى مرة أعربيا معه عكة عسل إنه في عسل يبيع فيه فعبد الله حمار تشههاها للنبي عليه الصلاة والسلام تشهها هذه العكة وشراها من الأعرابي بالأجل شراها بالدين كم يقولون وأتى بها للنبي عليه الصلاة والسلام جاءها للنبي وقال يا رسول الله هذه هدية أهديها إليك فقبيلها النبي بقول حسن ولاطف عبد الله رضي الله عنه فما هي لحظات حتى جاء العرابي يطلب الثمن هاي يعطيني حقها وين الفلوس فما هي إلا جاء العرابي ويطلب الثمن فانطلق به عبد الله حمار لما جاء وقت السداد انطلق به إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إن العسل الذي أعطيتك إياه عسل هذا العربي فأعطيه ثمنه فضحك النبي عليه الصلاة والسلام قال ألم تهديه لي قال نعم يا رسول أهديته لك لكن ليس لدي ثمن أعطيه ثمن أصلا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أليست هدية منك قال بلى ولكن أعطيه الثمن أنت يا رسول الله معك فلوس أنا معك فلوس فضحك النبي وتقبل هذه الملاطفة وهذا التفاعل برحابة وود وسعة الصدر ولطف وإناس منه عليه الصلاة والسلام وأحيانا تقع الممازحة في مجلس النبي يعني في مجلس النبي بعض الصحابة بصروا بعضهم النبي بجمعز ويجرؤ الأعربي أحيانا على ممازحة النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني آنسهم وأفسح لهم في قلبه كما أفسح لهم في مجلسه فمن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان يتحدث يوما عن الجنة ونعيمها عن الجنة ونعيمها وما فيها ومن أحوالها فكان جالس أعرابي يستمع يستمع هذا الأعراب فقال عليه الصلاة والسلام إن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع قال يا رب نبي نزرع نبي مزرع نبي أرض ونحرث ونزرع ونبذر وننتظر اليوم الحصر إن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع فقال له ربه ألست فيما شئت يعني أنت الخير رقعت فيه ألست فيما شئت يعني من الخير إيش خطر عليك الزرع قال بلى ولكني أحب أن أزرع قال عليه الصلاة والسلام فبذر طرفه نباته واستواؤه واستحصاده فبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده أي فنبت واستوى وحصد في طرفة عين فكان كأمثال الجبال فقال له ربه عز وجل دولك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء فالعرابي يسمع في حديث النبي عليه الصلاة والسلام وأنت معرفين العراب فيهم لطافة وفيهم يعني سرعة بديهة والكلم على لسانة يعني البروتوكول وهذا من ما عنده شيء تخطر عليه قوله فلما سمع هذه القصة والنبي يحكي على رجل من أهل الجنة وكيف طلب من ربه الزرع فعطاه الله الزرع فبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده فنبتك الجبال وقال دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء فقال الأعرابي والله لا تجده هذا اللي تحكي عليه يا رسول الله قال والله لا تجده إلا قراشيا أو أنصاريا فإنهم أصحاب زرع وأما نحن فلسنا بأصحاب زرع فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه معه قال هذا يا رسول الله واحد من الأنصار واحد من قراشي هذا من الشر من الشر العراب ولا شر البادية نحن امتعين يعني سعي وكذا ورعي وإبل لكن امتع زرع معنا وإيا قراشي أنصاري فالنبي ضحك وخذاب روع رياضية من ممازعة هذا الأعرابي وكان عليه الصلاة والسلام المزاح مع أهله يعني يكون المزاح من أهله معه فيتقبله منه ويتفاعل معهم ومع هذا المزاح صلى بالليل يوما عليه الصلاة والسلام يصلي بالليل وصلت معه زوجته سودة أم المؤمنين ثاني زوجة بعد قديش طيب فأطال الصلاة وسودة كانت فيها طرفة كانت فيها طرفة دمها خفيف مليحة وطريفة يعني في كلامها وأمهات المؤمنين يحبوا هدرزتها كما نقولون نحن والنكتة على رأس لسانها فهي صلت مع النبي على الصلاة والسلام فأطال الصلاة فلما كان من الغد أتت إليه وقالت يا رسول الله صليت خلفك البارحة فركعت بي حتى أمسكت بأنفي مخافة أن يقطر الدم يعني من كثرة السجود الدم قريب طرع من خشبي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تضحكه الأحيان بالشيء سودة رضي الله عنها كانت تضحكه الأحيان يعني مرة مرة قلت لأنا سجدت معاش رفعت قلت الدم تويطلع من خشبي قلت ما شك خشبي رضي الله عنه فركعت بي حتى أمسكت في ركوعي عفوا في ركوعي قلت فركعت بي يا رسول الله حتى أمسكت بأنفي مخافة أن يقطر الدم يقطر الدم منه فضحك عليه الصلاة والسلام وفي الحديث هذا قالت كما في الطبقات بن سعد يقول وكانت تضحكه بشيء أحيان وأحيانا يحصل المزاح يعني بين أهله بحضرته يعني أهل أو زوجاته يمسح هو قائد جالس حتى أن قالت أنه كان جالسا سودة تتحدث قالت أنه كان جالسا بين زوجته عائشة وسودة وقد يعني جعلت كل منهما قدمه في حجرها قدم النفس عليه الصلاة والسلام وحطرتها في كترة وكانت عائشة قد أعدت طعاما عائشة موتية طعام تسمى الخزيرة خزيرة هذا حساء يتخذ من اللبن والدقيق فأحضرت عائشة صحفة الطعام ووضعتها بين يدي سودة وقالت لسودة كلي قالت سودة لا أشتهي والله ما عن دينية نعم أنا نوتي فيه قل لي ما عندي شنية قال والله لا تأكل والله لا تأكل يعني قولي قالت سودة والله لا أكل والله من يواكل مش بالقصب هي وكان بين سودة وعائشة ملاطفة لأن سودة من حزب عائشة وسودة تنازلت عن حصتها في آخر عمرها لعائشة في قسمتها فقالت عائشة والله إن لم تأكلي لألطخن به وجهك والله نأخذ الخزيرة هذه الحسام الدقيق واللبن ونحط على وجهك قالت والله لا أكل هاي منيش واكلة ديري تبديري فأخذت عائشة كفا منه من الخزيرة وألقته على وجه سودة والنبي شف المشهد فرفع النبي قدمه من حجر سودة بش يعطيها مجال إن هي تتحرك وترد كأنما يعطيها إشارة بدء لترد على عائشة فأخذت سودة غرفة من يدها غرفة بيدها كذا من الخزيرة وألقت على وجه عائشة وضج المجلس بالضحك ولك أن تتخيل المشهد هذه الخزيرة هذا الحساء الذي يتخذ من الدقيق واللبن يسيل على وجه سودة وتسيل أيضا على وجه عائشة رضي الله عنها وكانوا يضحكون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك هذا المزاح في البيت النبوي الذي تشرق به البسمات والضحكات المزاح يبهج الحياة ويلطفها فعليه صلى الله عليه وسلم كان يبادر إليه ويتلقاه والمزاح طبعا هذه صفات المتواضعين يعني المزاح يتحاشاه أهل الكبرياء الذين يرون أن المزاح ينقص من هيبتهم وينقص من كبريائهم أن أما النبي عليه الصلاة والسلام فكان يمازح ويلاطف ويؤانس ويرفع الكلفة ويبهج من حوله بالمزاح اللطيف الذي لا فحش فيه ولا إذا ولا إحراج ولكنه إناس مراطفة وإبهاج وأخذ الصحابة رضوان الله عليهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الفقه فأعطوه نفوسهم وأعطوا نفوسهم حظها من المزاح واللهو الجميل هذا المزاح واللهو الجميل يؤنس النفوس ويعيد إليها حيويتها ونشاطها فهذا ابن عمر رضي الله عنه في حجة حجها بعدما كبر وكان معه أصحابه فكان أحضاهم عنده شاب يهازله ويحدثه في شأن النساء يعني أخبار النساء بمعنى فلانا دارة فلانا دار يهازله كان لما يمشي الحج معه واحد امتع نكة حافظ القصص وحديث الناس وفلانا دارة وفلانا دارة وفلانا دارة وقد يضحك وكان علي رضي الله عنه يقول أجموا على القلوب فإنها تمل كما تملوا الأبدان أجموا يعني يعطوا شوية نوع من الاستجمام يا أخي أما واحد يتعابس وكأن مركز الكون ما توقفش حتى كان فيه مصائب وكان فيه مشاكل لكن لا نتوقف عن المسح تريد مرات في عبان الحرب وانت تمزح وتضحك وانت في القيد في السجن تضحك وانت في أحلك الظروف تمر بك الضحك والمزحة من حولك والملاطفة والإنس تبعد هذا الانسداد إن صح التعبير وهذا الانغلاق وهذه الجدية في ضبط الحياة قال بكر بن عبد الله كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبادحون بالبطيخ يعني يترامون بالبطيخ يأخذ البطيخ ويحذفوا على بعضهم ببصارة واحد فيه في رحلة واحد ماشي في زردة ماشي على البحر يعني شو بيقعدك قنطك لابس قرواطة ولا لا يضحك لا يبص لا اتقوا الله يا جماعة فكونها لا 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 يعني ليس من الديانة الورع في النسهة وكما قال الشافعي مأثور عنه أنت ماشي في النسهة ماشي تخذ جديات وانت لا لوحد حاجة النفس البشرية إلى شيء من المزاح فقال بكر بن عبد الله كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبادحون بالبطيخ فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال إذا كانت الحقائق وقت جد جد هم الرجال فهذه يعني كانت حياته عليه الصلاة والسلام مأنوسة بمزاح جميل وكان مزاحه رقيقا راقيا لطيفا ليس فيه فحش ولا كذب ولا أذى ولا يحرج ولا يجرح وكان يؤانس أهله وخدمه ويشيع البهجة والألفى بين من حوله كان يمازج أصحابه ويتلقى الممازحة منهم ويتفاعل معهم وكانت مساحة حياته التي واسعت كل شيء في شؤون حياته كلها لا تغيب عنها المزحة وهذا نوع من التواضع والبعد عن طريقة المتكبرين والجبارين الذين يرون أن المزاح يعني يسقط من هيبتهم وكرياءهم والصحابة أخذوا عنه هذا الفقه لماذا؟ لأن حاجة الإنسان حاجة الإنسان إلى المزح وله حاجة ضرورية يعني أنت لما تشوف ما ذكرت لك من حياة النبي صلى الله عليه وسلم وتنظر إلى ضخابة المسؤولية وتنظر إلى اتصاله بعالم الغيب وتنظر إلى رؤيته لمشاهد الآخرة ولا رأى الآخرة رأي عين ربما الواحد أو البعض مننا يرى أن أن حياة كهذه لا تكون إلا حياة جادة وصارمة يلاحق فيها اللحظات أن تفلت في غير جد ولا اجتهاد لكن إذا تتبعت حياته صلى الله عليه وسلم وجدت غاية التفهم لرغائب النفوس وإفساح المساحة المتعة والأنس واللهو الجميل الذي يروح النفوس ويعيد لها نشاطها وحيويتها ويتطرمن إلى نفوس الشببة وما فيها من تطلع ويشاركهم أنسهم وفراحهم ويفتح آفاق الحياة إلى السعة التي جاء بها إلى البشرية صلى الله عليه وسلم ها هو عليه الصلاة والسلام مع زوجته في يوم عيد وإذا به يسمع ضجيجا في المسجد يسمع صوت ضجيج في المسجد فنظر من ستر حجرته فإذا بالأحباش في المدينة قد جاءوا إلى المسجد ومعهم الحراب والدرق الدرق جمعوا درقة وهي التروس التي تتخذ من الجلود رأى فتح سترة وشاف أحباش يتقافزون في المسجد ومعهم الحراب والدرق ترس من جل وجعلوا يرقصون ويهزجون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فرجع من فوره إلى زوجته يعرض عليها النظر إلى هذا الاحتفاث وهذا المهرجان وهذا الأنز أتحب أن ترينهم فجاءت معه ووقف لها ووقفت وراءه وخدها على خده وذقنها على كتفه وقفت وراءه خدها على خده صلى الله عليه وسلم وذقنها على كتفه ورداؤه على رأسه يسترها وكل من حوله في هذا الاعتفال يرونه وزوجته معه يسترها بردائه وهو ينظر إلى هؤلاء الراقصين في المسجد ويرسل كلمات التشيع والتحفيز والإناس لفريق اللعب هذا فيقول دونكم بني أرفدة إلعبوا بني أرفدة اسم جدهم الحبشي ولك أن تتخيل هؤداء الأحباش الذين يلعبون ويشعرون بتشجيع النبي عليه الصلاة والسلام ويدخل عليهم هذا السرور ويسمعون تشجيعه لهم لا أدري يعني إلى أي مساحة يتسع سرورهم ولا إلى أي أفق يصل إليه حماسهم وهم يسمعون النبي يقول إلعبوا بني أرفدة دونكم بني أرفدة نتخيلهم وهم يسمعون النبي يتقافزون يعني على الأرض كأنما يريدوا أن يطيروا في السماء وجحلوا من شمدة حماسهم يهزجون بلغتهم الحبشية في البداية عربية مع حبشية أنت لازم في كلم أنا تا تا يعني خل من هذه الدوهة زي ما قلنا البنجلا بعدين لما حمسهم النبي أرادوا أن يتفاعلوا يتفاعلوا معناها ثقافتهم الخاصة بهم ما قلنا بالعربي هذا التنوع في إطار الوحدة هذا القوة قوة في التنوع الثقافي والمدينة كانت تستوعب هذا التنوع لأن الدين الإسلام قام على مبدأ التنوع والمواطنة مدام أنت مسلم أنت مواطن وعايش في المدينة حتى غير المسلمين هم من المواطنين الذين يعيشون في المدينة كما قال في وثيقة المدينة واليهود أمة مع المؤمنين يعيشون معهم على مبدأ المواطنة وثيقة المدينة هي الدستور الأول فهم لما سمعوا إلعبوا بني أرفدة دونكم بني أرفدة فأخذوا على طول يهزجون بلغتهم الحبشية فاستعان النبي بالترجمة الفورية ممن يحسن لسانهم ولغتهم فأخذوا يترجمون للنبي ويقولون له يا رسول الله يقولون محمد عبد صالح محمد عبد صالح وهو في غاية الإنس وغاية الله وغاية المزح وإذا في هذه الأجواء وهذا الكرنفال وهذا المهرجان وعائشة على ذقنها على كتف النبي صلى الله عليه وسلم وخدوا على خد ويسترها بردائه وهم في هذا الحماس فوجئوا بعمر ابن الخطاب يدخل عليهم مغضبا ويهوي بيده للحصباء يمسك في الحياة الحصباء ويرميهم ويقول ماه ماه أفي مسجد رسول الله أفي مسجد رسول الله فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم مهلا يا ابن الخطاب مهلا يا ابن الخطاب ثم وجه الخطاب إليهم أمنا بني أرفدة عليكم الأمان لأنهم خافوا عمر تعرفون عمر أول شيء التفت إلى عمر مهلا يا ابن الخطاب ثم التفت إليه أمنا بني أرفدة ثم قال إلعبوا بني أرفدة لتعلم يهود أن في ديننا فسحة إني أرسلت بالحنيفية السمحة إني أرسلت بحنيفية سمحة أو كما قال صلى الله عليه وسلم تخيلت الموقف هذا تخيلت الموقف سيدنا عمر وجاء القدوة وهو يضبط له هذه ردود الفعل ويضبط له الظروف والمكان والزمان إنه يوم عيد بل إن قيس بن سعد رضي الله عنهم كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلس له يوم الفطر في حديث عياض الأشعري أنه عياض الأشعري هذا شاهد عيدا في الأنبار عياض الأشعري شاهد عيدا في الأنبار فقال ماري لا أراكم تقلسون كما كان يقلس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم التقليص هو الإنشاد والأهزيج والأحباش ورقص معها رقص وكما يقولون نحن تنطير هكي زي ما ذكرتكم حديث الأحباش ما لكم لا تقلسون فقد كان يقلس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان الحبش تفعل يوم العيد إن الحنيفية السمحة التي جاء بها عليه الصلاة والسلام كانت متوافقة مع فطرة الناس وكانت متوافقة مع رغائبهم وما جبلت عليه نفوسهم وهكذا وقد جاءت بالسعة ولم تجيء بالضيق ولا بالتضييق ولذا انطلقت النفوس بين يديه عليه الصلاة والسلام على سجيتها إلعبوا بني أرفدة ومارست أنسها ولغوها ومزعها بكامل لياقتها بل هو أمدها صلى الله عليه وسلم بحمايته وتشجيعه فقال أمنا بني أرفدة لما نهاهم عمر قال أمنا بني أرفدة أمنا بني أرفدة ثم قال إلعبوا بني أرفدة حتى تعلم يهود أن في ديننا فسحة إني أرسلت بحليفية سمحة وكان يتعاطى هذا الأنس مع أهله وينشر سروره عليهم قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فسمعنا لغطا وصوت صبيان لغطا صوت عالي الصبيان جايين عيال فإذا حبشية تزفن وتقرأ تزفن والأفصح تزفن تزفن دخلت الحبشية جاري حبشية ومعها صبيان تزفن ترقص وتلعب والصبيان حولها فقال يا عائشة تعالي فانظري قالت فجئت فوضعت لحيي على ذقني على منكب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت أنظر إليها ما بين منكب إلى رأسه صلى الله عليه وسلم أنظر إليها وهو يقول لي أما شبعتي أما شبعتي فتقول لا تعجل علي يا رسول ما زال خليني فجعلت وأقول لا تعجل علي لأنظر منزلتي عنده فإذا بعمر قد طلع فارفض الناس بعدين جاء سيدنا عمر فارفض الناس أي تفرقوا فضحك عليه الصلاة والسلام وقال إني لأنظر إلى شياطين الإنس والجن قد فروا من عمر قالت فرجعت دخلت البيت فانظر إلى هذه الأمة سبحان الله كيف يعلمها نبيها يعلمها نبيها كيف تتعاطى مع الله ومع المزاح هذه الجارية الحبشية التي معها الصبيان وهي تزفن يعني ترقص وتلعب وتمارس لهوها مع الأطفال وتضاحكهم وترقص لهم قرب بيت النبي حيث يصل صوتها إليه في بيته ولم تشعر أن هذا يمكن أن ينكر عليها أو تلام عليه فكيف لو علمت أنه خرج بزوجته ليدخل عليها السرور بهذا المشهد الترويحي الجميل وإنك لتعجب والله فعلا من جراءة هذه الأمة هذه الأمة الحبشية ومن جراءة النساء في إعلان لهوهم واحتفالهم يعني بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم هذه المساحة الرحبة التي يفسحها لتنطلق نفوسهم على سجيتها وعلى عفويتها بكامل لياقتها فما جاء ليخنق البهجة ويقتل المسرات ويضيق عن ناس وسكر هذه وهذه 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 لا هذا الدف هذا الطنبور هذا في صوت مش عالف شين ترى لا هذه صوت لا 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 لكن وسع إن ديننا فيه سعة عاد صلى الله عليه وسلم مرة من غزوة أحد الغزوات لما وصل للمدينة جاءته جارية سوداء فقالت يا رسول الله إني كنت نذرت نذرت لله إن ردك الله سالما أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى جيب معاه العدها إياه فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت نذرت فاضربي وإلا فلا شف السماحة شف السماحة شف الليل شف اللطافة معها فقال إن كنت نذرت فاضربي وإلا فلا فجعلت تضرب بالدف وتغني للنبي عليه الصلاة والسلام فدخل أبو بكر وهي تضرب ثم دخل علي وهي تضرب ثم دخل عثمان وهي تضرب ثم دخل عمر شفت عمر ألقت الدف ثم قعدت عليه حطت الدف وقمزت عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان لا يخاف منك يا عمر إن الشيطان لا يخاف منك هذه شفت عمر وقفت وحطت الدف وقمزت عليه لاحظة المرأة الجارية السوداء قالت يا رسول الله إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بين يديك بالدف وقمز يعني هي لما حضرت للنبي عليه الصلاة والسلام معها الدف وأحضرته معها ولم تحذره معها إلا وهي تعلم أنه سيحتفي بفرحها ويحتفي بهذا النذر وهي تعلم أنه سيطلق لمشاعرها العنان لتحبر عن أفراحها بعمدته إليها ولذلك بدأت تضرب بالدف على رأسه وهو يشاركها سرورها وأنسها بتقريره لها صلى الله عليه وسلم وعطائها الفرصة أعطاه فرصة قال إن كنت نذرتي ففعل يعني يضربي وإلا فلا أعطاه الفرصة ليغمر هذا الفرح ولذلك لك أنت تخيل هذا المشهد والرسول عليه الصلاة والسلام الذي ألقيت عليه المهابة جالس والأمت السوداء تضرب بالدف على رأسه وأصحاب حوله مشهد سبحان الله أي نفس رضية هذه النفس التي تستوعب رغبات الناس أي نفس هذه التي تعطي مساحة الحركة الواسعة التي تجرؤ أمة على أن تضرب بالدف على رأسه عليه الصلاة والسلام وتقيم احتفالية ويسمعها أبو بكر وعلي وعثمان في احتفالية له وسرور في مجلسه عليه الصلاة والسلام هذا الهدي النبوي ينقلنا للسماحة التي جاء بها عليه الصلاة والسلام عندما قال إني أرسلت بحنيفية سمحة والسعة التي أفسحها لنا لتعلم يهود أن في ديننا فسحة عائشة رضي الله عنها تقول كان في حجر جارية من الأنصار مربيتها جارية من الأنصار بنيا نينكبرت فزوجتها جوتيت للعرس بتحها ربيتها وبعدين لما كبرت زوجتها فقالت عائشة فزوجتها فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرسها فلم يسمع لا غناء لم يسمع غناء ولا لعبا فقال عليه الصلاة والسلام يا عائشة هل غنيتم عليها أولا تغنون عليها المناسبة هذه ثم قال إن هذا الحي من الأنصار يحبون له أو يحبون الغناء يعني هذه عائشة رضي الله عنها تتحدث عن أحوال أحوال لي في المدينة وقال في بعض الرواية أهديتم للفتاة أرسلتم معها يعني من يغني قالت لا يا رسول الله قال إن الأنصار قوم فيهم غزل إن الأنصار قوم فيهم غزل فلو بعثتم معها من يقول أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم هذا الكلام الجميل يعني هذه مناسبة فرح مش هي قشاطة وتسكير وكأن مأتب في بعض الأفراح كيف المأتب ياخد كل بلد أعرافها وكل زمان ظروفها وهذا النبي على الصلاة والسلام جاء بالحليفية السمحة الربيع بن معوض قالت جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل علي يعني حين بني عليه دخل النبي صلى الله عليه وسلم حين بني عليه فجلس على فراشي فجعلت جويريات جويريات لنا يضربنا بالدف ويعني يندبنا من يعني من قتل يوم بدر من آبائي يوم بدر ربيع بن معوض عروس فجاء النبي يبارك لها فجاء جويريات يضربنا بالدف وقعدني ذكرا إلا وفلان عايش حضر الفرح متاعك إلا وفلان عايش حتى قالت إحداهن وفينا رسول الله يعلم وفينا رسول الله نبي يعلم ما في غدي فالنبي قال دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين سبحان الله إلي كان يستمعوا ويقرهم وهنا يندبنا ويذكرنا أبوها وخوتها ليستشهدوا فلان وبعدين لما طقت في حاجة غلط ووصلت لشيخ خطأ قالت وفينا رسول الله وفينا نبي يعلم ما في غدي قال دعي هذا وقولي الذي كنت تقولين سبحان الله ساعات الفرح والسرور واللهو والمزاع ساعات تعلن ومن مظاهر إعلانه مظاهر هذا اللهو الجماعي المؤنس حيث تكبر الفرحة بمشاركة السرور والفرح أنت بعارفين الفرح ما يكون جماعي والنكتة جماعية والمزحة جماعية فيها جوه لا فيها جوه الناس نكت مع بعض والتفاعل في المناسبات بأهازيج وأفراح وكان يتفهم له الفتيان وله الفتيات ويتفاعل معهم عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة رضي الله عنها قالت أنها كانت تلعب بالبنات عائشة رضي الله عنها أنها كانت تلعب بالبنات وهي عند رسول الله قالت وكانت تأتيني بنات يعني العرائس الصغيرات وكانت تأتيني صواحب يلعبن معي فكنا ينقى معنى يعني لما يخش الرسول طب البصر امتحن ويسكداد وبيطلع فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسربهن إلي فيلعبن معي لما بيطلع قلنا تعال 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 هذا زال معايشة يسربهن إلي ليلعبن معي يعني عائشة رضي الله عنها لديها صواحبات يشاركنها لهو العيد وأنسى العيد طيب وفجئنا بدفوف وجعلنا يغنين بأشعار من أشعار الجاهلية ومن قصائد الأوس والخزر هذا الموجود عندهم يعني قصائد الأغاني الجميلة والمفرحة وفيها مزحة وفيها معاني وفيها أحيانا حتى مبالغة وفيها أحداث تاريخية فدخل النبي هذه الاحتفالية فرأت الجواري من أنسه عليه الصلاة والسلام بلهوهن ما جعلهن يسترسلن في الغناء لأن نسربهن إلى عائشة رضي الله عنه طبعا الحديث هذا يعني غيظ من فيض وحديث اللهو والمزاح للنبي عليه الصلاة والسلام حديث من ذو شجون لكن من وص الحاجة يعني من ضخامة المسؤولية وجدية الحياة لكن كان متفهما لرغائب النفوس ويفسح مساحة اللهو واللهو الجميل والمزحة وكان يشرك أهله في اللهو ويشاركون معه عليه الصلاة والسلام وكان يرغب باللهو في مناسبات السرور كالزواج والأعياد ويشهر ذلك ويحب ليعلم أمته متعة له وفصحة الدين وسعته عندما قال العب بني أرفدة لتعلم اليهود والنصارى أن في ديننا فصحى إني أرسلت بحنيفية سمعة واللهو الموجود في زمن النبي عليه الصلاة والسلام هو نفسه الذي كان لديهم قبل الإسلام ولهو الحبشة هو لهوهم قبل أن يسلموا فأقرهم عليه لأنه يؤمن بالثقافات وبالتنوع حتى آلات اللهو الموجودة في زمانهم هي آلات اللهو الموجودة من قبل كالدف والطبل والمزهر وغيرها لكن كل بيئة وعصر لها لهها وآلاتها وليس الأدوات هذه توقفية أو تعبدية نلتزم بها إنما متروكة لتغير الأحوال وتطور الزمان ووسائل الحياة فالتغيير هو قانون الحياة والإسلام يراعي هذا التغيير هذه لمحة سريعة في هذه الحلقة ونحن في هذه الأيام المباركة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب حتى ألتقيكم في حلقة جديدة وموسم جديد أستمدعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أريج الورد عدم في الفلات ولا يرضى الأكارم بالفتات أريج الورد عدم في الفلات ولا يرضى الأكارم بالفتات بنات المجد هم قوم تساموا وعاشوا بالهدى خير البنات حياة القلب والأرواح بشرا لمن نشطوا شذا روح الحياة فما معنى الحياة بغير روح وما روح بغير هدى الحياة إذا كانت حياة المرء باحر يموج فروحه فلك النجاة نجاة الروح في القرآن نادت عليك وفي هدى خير الهدات ترجمة نانسي قنقر